النادي الاهلي في البداية عايزة تكلم على تكريم النادي الاهلي للجهاز الفني واتحاد كرة القدم المتمثل في المهندس هاني أبو ريدا ووجود الجهاز الفني للنادي الاهلي واللعبين الكلام ده كان مبارح وهنا مش فكرة اللي احنا نشيد بالنادي الاهلي وخلاص لكن اكيد كل الاحترام والتقدير للنادي الاهلي دايما الاهلي يصباق بيسبق الناس كلها بخطوة دايما النادي الاهلي بيفكر برا الصندوق وده اللي احنا بنقوله اللي انت تبقى من اوائل الناس اللي بتكرم منتخبك الوطني خصوصا بعد التكريم الاول من سيادة رئيس الدولة المشير عفتح السيسي وكان احتفال وقته صغير لكن فيه معاني كتير وبهجة وفرحة وابتسامة وامور كتير جدا والنظام دايما هتلاقوا كل المؤتمرات اللي موجودة يبقى فيها نظام واندباط والشكل حلو وهي دي مصر اللي احنا طول الوقت بناطمح بيها حتى على مستوى مش عايز اخرج من الموضوع على مستوى افتكروا شكل اتحاد الكورة في السابق كان شكله عامل ازاي كما ابنى بحصل تطوير فيه والشكل بقى جيد جدا وشكله مبهج وهو ده اللي احنا بندور عليه دايما لو بنعمل حاجة نعملها واحنا فرحانين واحنا بنبتسم فمن هنا التكريمات اللي بتبقى موجودة دي حاجة كويسة فبنشكر النادي الاهلي على المبادرة قبل اي حد خصوصا بعد زي ما قلت من شوية بعد سيدة المشيرة عفتاح السيسي الكادة السياسية كلها كانت موجودة وزير الدفاع وكمان السيد رئيس الوزراء كل ده بيدي للحدث الحجم بتاعه وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكو طول الوقت مبارح مستر كوبر قال كلام مهم مهم جدا للنادي الاهلي وكويس جدا عن النادي الاهلي والمهان ثانية بوريدة كمان نتكلم بشكل كويس جدا على النادي الاهلي خصوصا النادي الاهلي دايما هو ده اللي انا بقول الدور الوطني هو مش بيخدم كرة القدم بس هو كل الالعاب الجماعية وكل الالعاب الفردية كمان هتلاقوا من النادي الاهلي دايما بيخرج منه ابطال في البداية اذكر حضراتكو وازكر نفسي باحتفالية النادي الاهلي ودايما لازم ندي الحاجة الكويسة الحاجة المحترمة نديها حقه انا عارف لما يبقى فيه خناءات وصراعات ومصالح وكلام كتير جدا الحاجات دي بتلفت انتباه المشاهد لكن عايزين نشتغل طول الوقت بشكل مختلف اللي الحاجة الحلوة نكبرها ونتكلم فيها كل يوم ونديها وقتها عشان نغير حتى مفهوم المشاهد والسنين طويلة اي حاجة فيها خناءات تلاقي نسبة المشاهدة عليه اي حاجة فيها اخلاقيات واحترام بتلاقي الناس بتبعت لا هنعظم من الدور ده الحاجات المحترمة مش مع النادي الاهلي بس مع كل الاندية هنعرض لحضراتكم مرة واثنين وثلاثة عشان نرسخ مبادئ جديدة زي الموضوع اللي كنا ابتدناها مع حضراتكم بارك معانا كلمة صغيرة جدا لمستر كوبر نروح نشوف قال ايه في احتفالية الاهلي بارك فأنا شايف من وجهة نظري المبادرة النادي الاهلي كويسة ودي العلاقات ولما يبقى في حوارات ودايما قلنا مع منتخبات قبل كده على مستوى المنتخبات الولمبية والكلام ده كله لازم يبقى فيه حوار لازم يبقى فيه كلام ولازم يبقى فيه ترتبات عشان النظام بيبقى حاجة كويسة جدا ويخليك توصل لأهدافك بسرعة دي نقطة النقطة التانية مانسانة بوريدة وقال جملة بصراحة عجبتني جدا النادي الاهلي عمود مهم جدا في الرياضة المصرية الرجل يعلم تمام من قيمة النادي الاهلي ما قالش بقى مختارك وما قالش مش عارفه لا الرجل قد النادي الاهلي حقه لان النادي الاهلي اسم كبير ومؤسسة كبيرة والكل يعلم النادي الاهلي مكانته مش الافريقية والعالمية وكمان المحلية عاملة زاو الجماهرية الكبيرة والشعبية الكبيرة فأكيد مرة تانية وثالثة ومليون مبروك الشعب المصري بالكامل مبروك الاتحاد كرة القدم مبروك مستر كوبر واللعبين اللي كانوا رجالة بمعنى الكلمة تكلمنا عن الملف ده كله النهاردة ندخل في النادي الاهلي ونقفل الصفحة هو الاهلي كده تيجي من يابان يقولك الدور يا اهلي تاخد الدور يقولك الكاس يا اهلي تقفل صفحة الكاس او تروح المنتخبات يقولك ركز بصورة عندك مطشط مهمة عندك دوري عام عندك بطولة افريقيا عندك كاس مصر وهو ده عبقرية النادي الاهلي اللي جمهوره طول الوقت لو اخد عشر سنين وراء بعد بطولات فقال لا ما بيستكفيش وهو ده ثقافة البطولات وثقافة الانجازات اللي جمهورك بيدي البوش مع الفريق وبيدي الدعم مع الفريق في الحلوة وفي المرة ما يبقى فيه بعض المواقف اللي فيها حاجة الجمهور يبقى زعلان بتلاقيه هو بيروح يعبر يوقفك على رجلك تاني وده كلام محترم وده اللي احنا بننادي به طول الوقت مش عايزة تكلم على افريقيا لكن هتكلم على ملف الجماهير بعد شوية لكن اللي هتكلم عنه دلوقتي اللي كان فيه تدريب مسائي فيه حالة من التركيز الكابتن حسام بيحاول يقفل على الفريق خلاص الفرحة خلصت اللي فيه مطش مهم على الاتحاد السكندري الاتحاد واحد من فرق المحترمة وليه شعبية وليه جماهرية كبيرة حتى على مستوى الناديين العلاقات ما بينهم محترمة جدا وكمان الجمهورين في سنين لبعض السنين كده حصل مناوشات وحصل أمور كتير ما بين نادي الأهلي مع أن العلاقات متميزة والعلاقات محترمة ولكن نادي الأهلي كان موجود في مقاوية الاتحاد والاتحاد كان موجود وهي دي العلاقة اللي احنا عايزين زي ما قلت لحضراتكم في البداية نرسخ مبادئ جديدة في عالم كرة القدم وهي الاحترام رياضة بدون تعصب مدرجات بدون تعصب حب فرقتك شجع نديك روح لمنتخب بلدك ودي قواعد الرياضة الرياضة احنا اللي علمنا المجتمع المصري كله خلي عندك روح رياضية لازم كلنا نرسخ الكلام ده مش مجرد لانت تقوله خلاص لا لازم تعمل به